اشتركوا في القناة بسم الله أولي بن أرهب وسهلاك بن أرهب الضبطة سعيدنا أن أشوفكم على فترات نارة ووجودنا مع بعض بنا تشوف المغربة المهمة جدا كسيرونا أن نكونوا يمبعداً من أنمية الكنيسة ولك شخص يستطيع من التواصل مع ناري من الكنيسة وكان نعطي لبائل الراجل أنه لا خلاص هذه الكنيسة من الكنيسة بالمسدر الجسد المسيحي له فيقين أن لا تستطيع أن تقعد الراسة عن الجسد لا يكون أن الجسد إنه هو أعضبنا نحن بلوكين فلكنت أنتوا تكونوا مفتجامات ويقولون أن الجسد يستطيع المترابط يعني مترابط إدية مسكة في كتفي بعيد عنك الشخص لما يموت كل هذه الأعضاء تنفصل عن بعض فالجسد الحي هو الجسد المترابط فهكذا جسد المسيح الحي لهو الكنيسة الجامعة وإحنا وجدنا مع بعض بيدي نوع من الشركة خلينا أتكلم النهاردة بعزة بعنوان أو محضرة بعنوان خدمة البنيان في حياة الرسول بوليس خدمة البنيان في حياة الرسول بوليس فاجر علينا نحن الأقويان أن نحتمل أطعاف الضعفة ولا نرد أنفسهم فليوم تكون واحد منا طريق للخير لأجل البنيان لأجل البنيان وكأن الرسول يقول أن هناك نوع من اللي يتعبوا بين أعضاء الكنيسة وأعضاء البيت الواحد فبيقول لك خلي فيه حد قوي أتمنى أن يصل في الكنيسة أقويان أقطار يقول عنه في العادة قديم رجال آية يعني الرجال كده بكث أن هما أقويان أشداء رجال مواقزات فبيقول أنه في الكنيسة لابد أن يكون هناك أقويان وعلى أنهم أن يقتملون أطعاف الضعفة ولا يقول لك وبعد المنفلول كل واحد مننا طريق للغير بس حقا بالمسلم لأجل البنيان أستطيع أن أعضيك أعزيزني بس بسبب واحد مش قد يقفل غلط لكن أعضيك من أجل البنيان عندما أرى أن هذا مفيد لك لبنيانا سأعضيك أما إن كان ليهما شخصينا مقدر شردك وكثير أول الطرقات تقدم أماني علي أحصد أن هذا الخير أول بنيانا أنا أستطيع أن أعضيك كل واحد بس من أجل البنيان لكن من أجل أنه نوع من النفسان أو الشخصان هذا ليس الأجل البنيان لكن بكبرها الزاد وأن الشخص هو متقدم على المطرق وده ما يفيدش في نيسي كل ما بقى لك في خدمة اسمها خدمة البنيان أن أستطيع أن أبني الآخر وكلمة البنيان أنا أفهمها دلوقتي بعد شوية لدرجة قال لما تتقابلوا مع معد ده الرسول بوليس رأيه لما تتقابلوا مع معد بلاش تقول كلمة تتعب غيرك ما أكثر الكلمات الجارحة والشتيمة اللي موجودة أعضاء الكنيسة بعضهم مع بعض بيخرج من المسيحيين ومن الخدام كلمات سمها الكتاب أنها لا طاليق بالقدسين متلاقش بينا كيف تقول عن نفسك أنك خادم وتخرج شوية ألفاز مراتي أحد بقى ييجي خادم ولا يبقى على الصفحة بتاعته حاجات غريبة فيها جزء من التطاول حتى على البلد فالرسول بوليس بيقول لنا في رسالة أفاسوس أيضاً عن خدمة البنيان يقول لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم بل كما هو صالح للبنيان للبنيان أنا أبنيك مش بهدمك حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين يعني اتعود أنك أنت تبقى بتبني اللي قدامك وما أبنيك أنا أنا كشخص وأنت كمان أستقبل منك بنا يبقى أنا يعني مش بقول كلامه خلاص الذي قال بفمه المبارك أن كل كلمة بطالة يقول هالناس إيه سوف يعطون عنها حساباً يقدموا حساب ليه؟ لأنها ليست للبنيان ونتجمعنا احنا كخدام في مكان ما ما هو نوع الحديث الذي سيدور بيننا؟ هناك نميمة الناس أتقنوها أن يتكلموا عن الكنيسة في بيوتهم وعن الآباء وفيش واحد مرة يقول يا جماعة مدان ما نتكلم عن الأبهات وعلى الكنيسة تما نقف نصلي من أجلهم نصلي من أجلهم عشان كده بقول أنه خدمة البنيان زي ما تراها أشرحها دلوقتي خدمة جليلة جداً أرجو أن ربنا يفتح زيناك تفهم الكلام أصاب خدمة البنيان هندي العكس يعني عشان أتكلم عن اللون الأبيض مرات أكلمكم كتير عن اللون الأسود عشان تعرف أهمية الأبيض الرسول بوليس برضو في رسالة غلاطية دول كلمة صعبة وأراها اليوم أنها تتحقق على صفحات الميديا كل صفحات الميديا هكذا يفعلون ما قاله الرسول من ألفين سنة يقول لأن كل النموس كلمة واحدة لأن كل النموس كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعض انظروا لأن لا تفنوا بعضكم بعض وإنما أقول اسلوكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد أخذ الرسول بوليس من الحياة اللي فيها افتراس منظر من الافتراس وقال خلي بالك إنك ممكن تفترس واحد بس على فكرة ممكن تفترس في حيوان ما عرفش تسمع عنه ولا لا الضبعة حد يسمع الضبعة لكنين أنت في قصة قديس يوحن القصير عارفين أنا بحب يوحن القصير ليه طبعا ها بحبه ليه تحكوا ليه عشان كان يصير صح فالضبعة الحيوان الوحيد ركز اللي أنا بقوله اللي بينهش الفريسة وهي صحي هو الحيوان الوحيد لما يجي يفترس ما يستناش لما تموت تعلمون جيدا إن المنطقة بتاعة الرقبة دي هي منطقة بتاعة التنفس فالأسد لما يقرب يبتدي من الحتة دي النمر يبتدي من الحتة دي لكن الضبعة تبتدي من الكتف تأكل في الجسم فخاد المنظر دا الرسول وقال ابقى تبقى زي الضبعة اللي بتنهش وهو صح فسكنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعض فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعض طب يا أخي استنى أما الشخص يموته بقى قول اللي انت عايزه بلاش كمان تعمل ايه وهو عايش تنهش في لحمه ودي حالة صعبة جدا جدا ما أراه اليوم أنا شاهد على عصر أسود مرات الأخبار التي يتدولها الناس على السوشيال ميديا هي أخبار تسعين في المئة منها كاذب ولا هناك تحقيق في الخبر وأي حد يصدر واللي بيقول خبر على فكرة كذب على فكرة أقول لكم حاجة غريبة في هذا العالم الخبر الكاذب سرعة انتشاره أكتر طب والصادق واللي لا أي خبر كاذب هو روح للملايين طب خبر كويس مرات ما حدش يبص فيه وكأننا يقول إيه؟ يصدقون الكذب بيصدقوا الكذب فبقول من دمن قدام ما فيه حاجة اسمه خدمة البنيان هناك خدمة النهش تنهشون وخدمة الفناء تفنوا بعض بعضكم بعض لكذا دعونا احنا في مدرسة تيرانوس اللي تكون لنا عادة في نهش حد وإن كنت جريء وشاطر روحوا للشخص لكن ما تنهش لحم آية تنطبق بقول في أيامنا تنهشون وتأكلون بعضكم بعض خدمة البنيان معنى كلمة البنيان لغويا معنى كلمة هتستغربوا أن هي برضو رسول بولسا ما جاء اختار الكلمات اختارها بعناية شديدة لأنه كان يجيد اليونانية معنى كلمة البنيان معناها التهزيب والتسقيف النمو والتنوير معنى الكلمة أنك بتهزب حد وتسقف حد وتكبر حد وتنور حد هي دي خدمة البنيان دعونا أن أنا قدامي حد أنا بكلمكم أنتو كخدام في الكنيسة أنه أنت مطلوب منك أن الناس اللي بتتعامل معاهم أنت ليك هدف مقدس تجاههم أن تهزبهم وتسقفهم ويحصل لهم نعمل استنارة ونوع من النمو هي دي معنى كلمة البنيان مش بتعمل بتبني حاجة لا لا دي معناها أنك بتعمل نوع من الشخص ده بترقى مش معنى بنا بنا حرفي لكن تسقيف وتهزين ماذا تحتاج خدمة البنيان في الكنيسة لو إحنا عندنا هدف نبني الناس اللي معنا نعمل ايه ده مكتلت حاجات من وجهة نظري جايز لأيه أسباب كتيرة لكن دعوني أنا تحدث في سلاس نقاط عن خدمة البنيان من يريد أن يبني غيره عليه أن يتمتع بالأبوة حتى لو أنت خادم إحنا برضو أنت وصر لما بسمع خادم بيقول لي دول أولادي دي حاجة كويس فلابد أن تكون ممتلئ من الأبوة ثانياً ممتلئ من العواطف وهنفهم الفرق بين الأبوة والعواطف وسالساً أن تكون ممتلئ بما يسمى البناء التراكمي إنك أنت عندك خطة بتبني حتة حتة في الشخص وهكذا يصلح هذا الأمر أيضاً لأباء الاعتراف المدققين إن ابني أنا كل يوم بحط له توبة ده اسمه البناء التراكمي الأبوة كل ما بيحتاجها حتى الراجل اللي عنده تمانين سنة في يوم من الأيام وأنا بخدم في القاهرة بسقف عام بدون ذكر المكان اللي جاي منه الشخص جاء بجواري كاهن وبعدين قعد كده زي ابونا أساناسيوس وبعدين قال لي يا سيدنا أنا بعمله كده بطبطب عليه فقال لي يا محدش طبطب علي طول عمري وراجل كهل كاهن كبير كأنه هذا الكبير أيضاً يحتاج إلى الابوة يحتاج إلى الابوة وهذا هي حاجة العصر مرات الخدام في الكنيسة والخادمات وحتى أتجاوز أقوله وبعض الأباء الكاهنة بعضهم لا يمارس الابوة مش بيمارسها الله يمنح الكاهن المشرطن المرسوم اللي ترسم في يوم من الأيام منحه هبا وعطية أن يكون أب عشان كده في اليوم أنا ببقى الأخ عندي في المكتب والصبح يترسم أسيس بقول له يا أخ والصبح قول له يا أبونا وكأنها بقول أنه الكنيسة لما وضعت هذه الكلمة للمرسومين كأنها تقول أنه احتياج للناس أنت محتاج أب طبعاً من كسرة العدد ربما الأبوة ما تكونش ظهرة قوي نحن عندنا أعداد رهيبة جوة سكندرية مسيحيين شكراً لله من أجل الأعداد الشعب لكن كمان محتاجين وأرجوك أخليك في حذر شديد أتخيل أنا معي حتة بلاستيك وبعمل لها نعمة جراحة أكسرت وبالحمها وبسخن حاجة وبكويها لكن ما تتعامل مع بنا آدم وأنا طبيب يسأل إيه؟ بحرص شديد أما يصرخ أتخذنا أما يصرخ أتخذنا يا طبيب فالأبوة معناها أنك تتعامل مع النفس البشرية بحذر شديد جداً لأن هذا الحذر يقول لك هذا نفوس مات المسيح من أجلها خلي بالك خليك دقيق أنت بتتعامل مع أغلى مادة أما يقول لك أغلى مادة تقول لي الماس الدهب اليورنيم لا لا دي أغلى مادة هو أنت أنت أغلى حاجة ليه؟ الله عن قريب سيحرق العالم بما فيه لكن يحتفظ بالنفوس دي أغلى حاجة أنت أغلى حاجة الشعب أغلى حد فبقول الأبوة حاجة ملحة وغاية مرات ننشدها جوة الكنيسة وإن رأيت ناس بيصرخوا من قلة الأبوة ما تزعلش بقول للأباء ما تزعلش من كل واك أنا مش حاسس أن أنا عندي أب صحيح عندنا في مصر لما يموت الأب الجسدي يبقى عندنا أب بديل من هو الأب البديل؟ الله في الكنيسة عوضنا عن عن الأب الجسدي بالأب البديل لكن اللي كسرت العدد محتاجين أباء كسرين وخدام كتير وخدمات هما يقوموا كمان بالدور الرسول بولس يقول يا أولادي وكلمة يا أولادي يعني يا صغاري يا الصغيرين يا الصغيرين اللي أنا أتعان معهم يا أولادي أنت عايز تعمل خدمة بنيان؟ يا أولادي الذين أتمخد بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم في رسالة غلطية صغير يا أولادي يا أولادي الذين أتمخد بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم صررت أن معنى كلمة المخاض معناها في الترجمة باللغة معناها العذاب ودي تعرفها الأخت في وقت ولادتها هي بالها صلها ألم شديد ملوش تفسير غين النية بتصرخ وبتتقلم ولا أستطيع حتى رجلها مرات راجل بيقول لي أنا ساعة ممرتي كد بتولد الولد وعمالها تصرخ أنا مش قادر أضبط جسدي مش عارف أعمل لها إيه لأنها تتقلم مش أقدر أساعدها طيب يقول أنا أنا رسول بوليس بقى تمخط بتقلم كتير قوي وهذا حال مش معقول أنا أشوف أن الخدام هي تتميم عمل أنا جاي أتمم عمل أو وظيفة داخل الكنيسة إحنا مختلفين تماما لأننا الآن نتقاض أجر عن الخدمة دي خدمة تطوعية بملء الفم والقلب والحواس أنا جاي أقولها للناس ببنية خالصة ما عنديش هدف تاني فكلمة المخط دي كلمة صعبة معنها عذاب أو ألم أو مرار فبيقول أنا عشان أخليكم تاخدوا صورة المسيح أنا بقى تمخط وده يخلينا في الزمن اللي إحنا فيه هناك نوع من التهاون عندي كسيرين وكسيرات نستطيع أن نقدي أيام في دلع لكن لما تبقى فيه جدية الناس ما بتهرب منها مش عايزة كده تحب تشوف نوع من المخاض عند الرسول بوليس تشوف حاجة كده غريبة شوية أما بنحط المقياس ده ربما كلنا ناخد سفر وبيكلمكم ياخد كذا سفر يقول كده في رسالة كورينسوس الثانية صح حداشر نص كبير يولأهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل اسمع عشان المخاض هو المتقلم أكثر في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مراراً كثيرة من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلد إلا واحدة ثلاث مرات دربت بالعصى مر رجمت ثلاث مرات انكسرت بالسفينة ليلاً ونهاراً قضيت في العمق بأصفار مراراً كثيرة بأخطار سيول حضراتكم ما جربتوش أخطار سيول لكن أنا عشت في جنوب سينة وممكن يبقى ماشيين في الطريق والطريق وقف تعالش تعدي مية فصلة بينك وبينك أنك تكمل الطريق نفسه وقع بأخطار سيول والمناطق اللي كان بيزورها الرسول بوليس في أسيا الصغرى فيها جبال ووديان فالسيل لما ييجي ده دفع مية لدرجة أن الرسول ناسه مرات يندفع بالمية ويشوفه دفع المية لما واحد بقى مية جاية من علو كبير جداً حلوة أنا متخيل مرة من المرات ليه؟ متخيل يعني مش موجود؟ لكن بقول بأخطار من سيول مرة المية خدته بالحجارة ونزلته للوادي بأخطار سيول بأخطار لصوص بأخطار من جنسي بأخطار من الأمم بأخطار في المدينة بأخطار في البرية بأخطار في البحر بأخطار من إخوة كذبة في تعب ودي حاجة تمرر النفس يبقى اللي بيخدم معك كداب في تعب وكد في أصهار مراراً كثيرة في جوع وعطش في أصوام مراراً كثيرة في برد وعري عدمه ودون ذلك أتراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنيس من يضعف وأنا لا أضعف إن كنت خادم حقيقي وشايف قدامك حد ضعيف الضعف ده بيصير في كنت من يضعف وأنا لا أضعف من يعصر وأنا لا ألتهب وتوقف عند كلمة من يعصر وأنا لا ألتهب ده علامة من العلامات حتى للأب الكهن عندما يسمع الأب الكهن عن خطايا شعب وإن لم يتأثر ويوافقهم على خطاياهم عليه العوض ده لازم يلتهب يبقى عنده غيرة لله إن الناس في ضلال والناس ماشية غلط من يعصر وأنا لا ألتهب يبقى ده دليل أن الكهن حي بتعمل عمل الله بأمانة إنك لما الناس تبقى معصرة أو وقع في غلط أنت ده بيسبب لك تعب تبقى تعبان من أجلهم من يعصر وأنا لا ألتهب عشان كده دي اسمها لو رسول يقول يا أولادي الذين أتمخد بكم أنا بعمل كده ده دوع من آلام المخاط صحيح إنه الشخص ما وصلش لدرجة الرسول بولس عشان كده بقول أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل وعدد كل اللي تعب اللي تعبه الرسول بولس ويبقى أمر مهم جدا إنه لماذا لماذا ليه التكلفة دي ليه الرسول بولس يشيل الشيطة دي يا عم منشري دماغنا وإحنا من نحن لكن يا عزيزي من دعاه المسيح إلهنا إلى الخدمة وقلبه التهب بهذا الخدمة مستحيل إنه يتقهقر ويرجع يبقى قلبه وكله يعني ما تسأل رسول بولس يقول له أنت ما تسألنيش السؤال ده إجابة عن هذا لماذا الرسول بولس يفعل هذا وردت في صفر خروج الصح 21 عن شريعة تسمى شريعة العبد العبراني خروج 21 يقول إذا اشتريت عبدا عبرانيا بقول لي اليهودي لما تشتري عبد من إخواتك فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا تخرجه تقول له تفضل أنت حر افعل اللي أنت عايزه اندخل وحده فوحده يخرج يعني أنا عبد رحت لسيد فروحت بطولي عدت ست سنين السبعة يقول له يا فندم خلاص أنا قضيت الست سنين الشريعة بتقول أن أنا حر يقول لي تفضل اندخل وحده فوحده يخرج إن كان باع الامرأة تخرج امرأته معه يعني العبد ده داخل لوحده يخرج لوحده طيب داخل مع مراته يخرج مع مراته لكن لو حصل إن سيده جوزه هو اللي ادي له الزوجة يقول له لا موضوع مختلف تماما يقول وإن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة أو أولاد هيكونون لسيده وهو يخرج وحده يقول له أنت ست سنين مضت براحتك تفضل واسيب الزوجة والأولاد في الزمن ده تخيل الرجال الكتار يقول لك الحمد لله سيدي شايلهم شايل مراته وعيالي نقط 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 اللي بتقولوها أنتوا في الكلام اللي بينكم مدام هو شايل كويس قوي حد يلاقي وروح أتجوز واحدة تاني شاكده شوفوا العبد الجميل العبد العبراني يقول ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي أنا بحبه أنا بحب سيدي أصلا مين قال لنا أنا عايزة أسيبه أنت بتقول لي أخرج والشريعة بتقول كده أوكي أنا مش أخرج أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا يقدم سيده إلى الله يقول أنا موافر يا سلام ويقربه إلى الباب إلى القائمة ويسقب سيده أذنه بالمسقب فيخدمه إلى الأبد وقلت كتير أوي ربما في عزات إن الدم اللي سال على جسم العبد يسأل من الزوجة والأولاد إيه الدم دوة يقول لهم عشان بحبك ونسأل الخادم تبتخدم ليه وتموت نفسك ليه وصهران ليه وتتعب ليه يقول له عشان حبك أحب سيدي لا أخرج حرا أنا مش أخرج حرا أنا بحب سيدي وده إيه سحنا محبتنا سعادت لائه خدام هم بيخدموا نعم لكن لا يستطيع أن يقول أحب سيدي وامرأتي وأولاتي وممكن يتنازل عن أي حاجة بسبب نفسي يعني أتخيل هذا العبد أناني قال أنا خلاص أروح في حتة تاني وسيدي يجوزني وحدة تاني وخلاص قال لا أنا شايل الشيلة والدم اللي شايفينه سايل من وداني من أجلكم إذا كنت تريد أن تخدم خدمة البنيان عليك أولا بالتحلي بالأبو ثانيا عليك أن تتحرك العواطف وتخيل أن الشخص الذي يخدم خدمة البنيان وشه جامد لا يوجد مشاعر والناس للأسف بسبب الأنانية جفت مشاعر الناس عندهم أنانية وفي أداش يدور هو على راحته فما فيش العواطف ما تقدرش يتبان هو وبس هذا ممكن يموت ناس كثير عشان هو وبس ممكن يدوس على ناس كثيرة عشان راحته هو عواطف أين تظهر عايزي العواطف رسول بوليس يقول لنا في الرسالة تسالونيكي وتعتبر هي في الترتيب بتاع الرسول بوليس رسول بوليس كتب الرسالة الأولى دي أول كتاباته وكتب رسالة موسى الثانية آخر كتاباته التسالونيكي الأولى مش رمية في الترتيب لكن تسالونيكي يقول لنا كده بداية خدمة يقول ولا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح طب عملت إيه أنت مش طالب مننا وقار طالب قادرونيكيه قال بل كنا مترفقين في وسطكم كما ترب المرضعة أولادها والرجال يلام في وقت الرضاعة على تأففهم يقول لها الواد أخلف أنا نام في قودة وامراتي في قودة قال له من دلوقتي قبل الجواز قال لي عشان لما الواد يوأوأ أنا أقدر أنام براحتي صح كلام عملت كده بالرجال يقول بل كنا مترفقين في وسطكم كما ترب المرضعة أولادها هكذا إس كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا ودعوني أتحدث إلى العواطف من جهة الرضاعة يعني بيقول أنا مرضعة ودون الدخول في التهيئة النفسية للأم لما بتردع هي نفسها تبقى سعيدة فرحانة متهللة لأن ابنها بيشبع وهي جسمها بيستريح اللبن اللي في صدرها بتدخل الواد فالمضخة دي يصل لها نوع من الرلاكسيشن لما بتدي مش لما تخزن فبتقول أنا مرضعة بولوس الرسول بيقول أنا مرضعة فكنت بقى سعيد وأنا بغزيكم يقول كأطفال سقيتكم لبن أنا سعيد إن أنا بعمل كده بغزيكم وهكذا ما يحدث في تيرانوس أو في الكنيسة أو في الخدمة إحنا بنعمل النوع ده إحنا دلوقتي بنسخيكم فكانت دي عواطفه كعواطف الأم وبعدين يقول إذا هكذا إس كنا حنين إليكم كنا نرضى لأن نعطيكم إنجيل الله فقط بالأنفسنا لأنكم صرتم محبوبين إلينا أنا أنا بحبكم حان حنان بعملكم حنان برفق عشان كده اللي بيخدم اللي بيبني يا ما اتقال على الأبهات اللي راحوا السماء مسكندريا شكرا لله من أجل اللي سفروا للسماء أمثال أبونا بشوي كامل الكبير وأبونا بشوي كامل سليمان وأبونا سرافيم أبهات الناس يشهدوا إنهم كانوا بالنسبة لهم هم أبوهم أبونا بشوي كامل سليمان يعني خدمته رهيب يستطيع أن يشيل واحد مقعد يروح أماكن صعبة جدك يعمل أعمال لا تخطر على بال حتى الأب والأم اللي لهم حالة بالجسد هو يعمل هكذا إسكننا حنين إليكم عشان تخدم خدمة عشان تبني اللي قدامك روحيا واترأي فيه حتى الخدام يتعلمهم منه لابد أنك بتعمل خدمة الحنان العالم قاسي حوالينا فلابد الخادم يبقى هو اللي عنده حنان والناس تتوسم لما جي الكنيسة ألاقي ناس حنينا مش ناس أسية في الكنيسة هنا أبونا فتح المكتب بتاعه أبونا ساناسيوس وعنده شوية بمبوني وملبس فالعيال رايحين جايين ياخده ده ممكن يدايق ممكن الخدام يقول لك أبونا فتحها سبيل يعني والعيخ خبطوا عليه عايزين ما لازم نحن عليهم ربما هم مش في احتياج للبمبوني لكن الاحتياج إنه أبونا يستقبلهم برحبهم بس كنا حنينا إليكم كفاية أوامر وكلام ما لهش لازمة الناس محتاجة حنان كفاية كلام قاصي كلام وحش في ألسنة الناس فبقول إنه عشان تبني واحد مستحيل تبنيه بالقصوة أو بالأوامر مستحيل ده يبقى سمه خوف الجسد يعني إيه خوف الجسد يعني أنا بحترمك عشان أنت مدير عشان أنت هتخصم لي يقول الكتاب في سفر إشعية أربعين يقول كراعي يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان اللي فرق معي يقول وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات أكتر حيوان بحبه على المستوى الشخصي أولا الحمار ثانيا المعزة الزغنانة بحبها جدا بحبها أشوف منظرها انطلاقا من منظر السيد اللي شايل الخروف الضال أو المعزة الزغنانة الموجودة من منظر جميل أكتر حاجة بحبها البيب الزغير فهو البيب الزغير ده قال عنها يعقوب لألا تستكدوها انها تتعف في المشوار فلازم الراعي يعمل ايه يشيلها ما تقدرش تعمشي مشوار طويل زي الواد الزغير الغالي سيقول لك ماما شليني يقول بزراعه يجمع الحملان ويقول كمان وفي حضنه يحملها نفسي نروح زريبة معيز وكل واحد ياخد معزة يشيلها طب ما نشيل الزغيرين نحمل الناس نبوي أنهم عواطفنا وفي حضنه يحملها هكذا فعل السيد مع الحملان المسيح الهنا خدمة شخص بعواطفه ايضا شخص اخطأ في حقه يعمل ايه واحد انكاره قدام الناس وقال لسته اعرف رجل طب يعمل ايه اول ما يقوم من القيامة يقوم من القيامة يروح عامل ايه ماسكه يروح ايه مزبطوا لا ما عملش كده يقول الكتاب فبعدما تغدوا تميل يقول لي الاخوات اياك تتكلم مع جوزك قبل الغداء المسيح سيتحدث الى بطرس فبعدما ايه مش عالين صدقه شكلكم بتنكدوا على الناس قبل الغداء فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونة اتحبني اكثر من هؤلاء عمل عارف عمل ايه اظهر المسيح عواطفه فقط قال له انت بتحبني بس مالوش حاجة تاني طب ده يليق بواحد انكر وسيصير امام الرسل والمتقدم فيه والذي اعطاه المسيح المفاتيح هل يليق بالرسول بطرس انه المسيح يزبط حاله بالطريقة دي بس قال من جهة نعم قال له نعم يا رب انت تعلم انه احبك قال له ارعى خرافي اتعامل مع الخراف زي ما انا بتعام معي عشان كده مشاكل كتيرة في الاحوال الشخصية صدقوني سببها غياب العواطف مرات تيجي اخت تحس ان هي عشر رجالة بعض يا ستي انت مش طبعك كده الله مش خلقك لما كونك كونك وعجنك بشوية عواطف مش موجودة والراجل كمان يا مرجالة صعبين جدا قساة يقول عنهم الكتاب لابدوا ان يزيروا عواطف في كلوسي ثلاث ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن ما تقساش على مراتك مش لصالحك والرسول بطرس اللي هو المتزوج قال لما تقس على مراتك تبقى صلاتك عرجة يا ابو صلاة عرجة انت لا تستطيع ان تصلي وتصل هذه الصلاة الى الله لألا تعاق صلواتكم صلاتك عرجة تصالش بدمزها على المرات عشان كده بقول انه عشان اخدم اللي قدامي محتاج انه اظهر ايه عواطفي مش عارق لدرجة الاشعية يقول في اشعية اخر اصحح 66 يقول كانسان تعزي امه هكذا اعزيكم انا في ارشاليم تعزاهم انا بعزيكم انا بعزيكم والام على فكرة يعني حاجة جميلة الله يا سلام على الامهات الاخوات بيحبوا يسمعوا من الكلام ده وبساعة شدة عليهم ما بيحبوا شديد بس الامهات دول حاجة جميلة في الحياة هذا اخيل العالم بدون امهات الام دي يبقى مثلا ابنها جاي شك شاك وقدك تقول يا حبيبي انت كويس وكويس انك انت قدامي وتعزي فيه وسيبك من المشكلة دي متعزي تقريب في نفسك واش عارب وتقريب تقول شوية كلام كإنسان تعزي امه امه كلمته بالمنطق مستحيل لا يوجد في كلام الام في هذه اللحظة منطق لكن نوع من التعزيل طب طبع كإنسان تعزي امه اخيرا حدستكو عن كيف اخدم خدمة البنيان اولا دي بالابوة ثانيا بالعواطف ثالثا بالبناء التراكمي يعني ما البناء التراكمي احنا محتاجين نبني بعض هتشوفها دلوقتي في معناها الروحي رسول بوليس بول في افاسوس اربع وهو اعطى البعض ان يكون رسلا خلي بالك من ترتيب المسيح لكنسته لان هناك هجوم شديد على الترتيب اللي من السماء مش مننا هو اعطى مش بوليس الرسول هو اعطى ان يكون البعض رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاوة معلمين خمس انواع من العطايا لكنيسة المسيح الهنا عشان ايه ربنا عمل كده يقول لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح سررت ان كلمة تكميل القديسين معناها في اللغة معناها التجبير بيجبر كسر يعني انا في الكنيسة شايف واحد عنده حتة مكسورة فانا بعمل ايه بكمله بمله لتكميل القديسين لبنيان لبنيان جسد المسيح هذا هو البناء التراكمي اللي بيراه الراعي او الخادم او الكاهن او الاب الاسقف يراه في شعبه فعايز تعلم شعبك وتعرف مستوان اسألهم سؤال اسأل الشعب سؤال بس ومالسؤال تستطيع ان تبني شعبك اسأل اي سؤال يقول الجماعة عندهم نقص في الجزئية دي النقطة دي وقع عندهم لازم اكمل لان كتير او احنا بنصدر كلام كخدام والناس جايز مش محتاجا او ده ما يكملش النقص اللي عندهم لتكميل القديسين يقول هو اعطى البعض ان يكون رسولا والبعض معلمين مبشرين رعا لتكميل القديسين ولأجل بنيان جسد المسيح فانا اواخد بالي ان الشعب ده محتاج بناء تراكم ببني الرسول بولس برضو في رسالة التسالونيك الاولى يقول لذلك عزوا بعضكم بعض وابنوا احدكم الاخر انت تبنيني وانا كمان ابنيك اقول في الصدق يعني انا كنت بوعظ في الاسبوع اكتر من 6 7 وعظات تستغربوا انا جبت عناوين الوعظات منين وانا بغدن وانا كاهن وانا امس وانا وكيل موتراني عارفين كنت بجابها منين من الناس اللي عادين معايا كنت باخد اعترفات كتير تلاقي ده احتياج للشعب احتياج الشعب اتكلمهم عن هذا هو بناني نعم تحير الولد اللي جاي اعترف ده بناني انا وانا عملت ايه بنيته هو كم من نقصة عندي انا وظفت ان انا اتكلم ووظفته كمان يقول احتياجه ايه لذلك عزوا بعضكم بعض وابنوا احدكم الاخر كما تفعلون ايضا ثم نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرون ناكم في الرب وينزرون كم يعني ايه بقى انا بابنيك لما تسأل خادم من خدام هو انت فاهم العيال دي ايه اهتياجتها احتاجة ايه نوع لك المسيح قال كلمة جميلة جدا جدا الطوبة لذلك العبد الذي جاء سيده يفعل يعطوهم العلوفة فين في حينها في حينها يعني لو ما تتهشف الحين بتاعها المظبوط مش تتقبل يعطونا العلوفة في حينها في وقتها مطلوب كمان منك وانت بتبني البناء التراكم اني شايف حتة غلط مش الشخص غلط ركزوا معي حتة غلط اني سعاد كدير احنا هقول كلمة صعبة شوية احنا هنعمل نوع من الهدم مطلوب انك تهدم يقول انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى المالك لتقلع وتهدم تهلك وتنقض تبني وتغرس ايه ده انا مطلوب مني اهدم عشان تبني سألوا المهندسين لما يشوف حتة بعيد عنك خرابة وبعدين يقولوا يا بش مهندس صلح لنا البداية يقول لا 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 ده محتاجة ايه تتهدم محتاجة تتهدم ده ده يجي الارض ده انا هنزل خمسة متر ده انا اعز اشيله اصلا هو عمل ايه في الارض ركز معي في الارض لم يبد الارض لكن لقى حاجات غلط في الارض وانا هناك فرق بين هدم اشياء خاطئة وخهدم الشخص انا ادخيل المهندس ده بعد مهدم المبنى رح عمل ايه رح عمل ان المكان ده ما عمل مبنى ولا حاجة رح حط شوية زبال عفوا وحريق وشغلها حريقة الاستفاد هو بالارض تب يقول له انا عشان تبني البناء التراكم محتاج مرات انها تهدم شوية حاجات وما اكسر الاشياء اللي محتاجة شعبنا ان احنا كخدام نهدم عندهم ده غلط هناك امور من الثقافة المحيطة تسللت الى افكار الناس وبقي الناس ربما في بعض ضلالات عندهم ضلالات ربنا جعلك انك تعمل ايه تقلع وتهدم تنقض وتبني وتغرس محتاج انك تتعلم الشغلان دي تقول حبيبي اللي انت بتقول ده غلط اللي انت بتعمليه غلط ما يصح عشان عشان ابنيك محتاج تتشال دي منك المبادئ دي خاطئة الطريقة خاطئة خاطئة يولينا الرسول يهوزا واما انتم ايها الاحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس سميه برضو رسول يهوزا الايمان المسلم ايه مرة لل اديسي شكرا الله من اجل كنيستنا كنيستنا الابطي هي كنيسة زاخرة بلى الفين سنة موجودة جوة مصر شكرا لله من اجلها وعند وعندنا النعم النعم ومنولة فيها كل السر لكن هي فهمة يقول الكتاب مؤدس في العهد القديم يقول لما فهموا فارحوا لما فهموا فارحوا فابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس انت خلي بالك لما يبقى كنت احد الكهنة حتى الحضرين بقولوا اللي سلمهن الابهات مرات سلمونا تيكنيكس طرق عملية لحاجات كتيرة جدا فاما بتحاول تبدلها ما بتستقمش ما بتبقاش صح لانك اما تبدلها مش هتبقى لانه هم اخدوا خبرات تبدلها كده لانا دنيا ضعت منك فلتت منك اما انتم ايها الاحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس مصلين في الروح القدس ويكمل يقول احفظوا انفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع خلصوا البعض بالخوف اختطفين من النار مبغدين حتى السوب المدنس من الجسد آية مهمة اختم بيها يقول قادرون ان ينزر بعضكم بعض اما انا هاجي ابنيك وانت تبنيني خلي عندي جزء منه انا اقدر انزرك الانزار ايه الانزار ده انا ممكن اقول لك بلاش تعمل وانت مين اللي يقدر مين اللي يقدر ينزر يقول لنا كده الرسول بوليس برضو بيقول لنا اما في رمية خمستاشر وانا نفسي ايضا متيق من جهتكم يا اخوتي انكم انتم مشحونون صلاحا كلمة مشحونون جاي من الحاجة المليانة وانا نفسي ايضا متيق من جهتكم يا اخوتي انكم انتم مشحونون صلاحا مملؤون كل علم قادرون ان ينزر بعضكم بعض عشان اقدر انزرك ركز معايا مفعش اشتغل الشغلانة دي غير لما يكون مشحون صلاح عندي صلاح يا ما ناس اصواتها صعبة جدا داخل الكنايس بس انت مش مشحون صلاح وانا نفسي متيق من جهتكم يا اخوتي انكم انتم مشحونون صلاحا مملؤون من كل علم قادرون عن ان ينزر بعضكم بعض وانا ساعتها بقدر ابنيك اقول لك اللي انت بتعمله غلط صلاح صلاح نفسك مدام قلبي فيه صلاح وفيه شوية علم يبقى انا قادر انزرك قادرون ان ينزر بعضكم بعض اكتفي بكده ما نكون الرسالة وصلت ونعمل جميعنا في خدمة البنية حد عن السؤال انتم ممتازين هردا نسأل وسط احنا بعد اذنك سيدنا هنشأ لي في حد عند وسط خدمة البناء الحكيم دي عمل كل انسان مسيحي وعمل كل خادم مسيحي وا احنا زي ما قال سيدنا اتفضل وقال ان احنا بنبني بعضنا بعضا مش بنهدم بعضنا بعضا خلي بالنا من الحكاية دي في فرق ان انا بناء وفي فرق ان انا هدام هناك فرق بين البناء وبين الهد علشان كده يارتنا نحب بعض ويارتنا نرحم بعض ويرتنا نقبل بعض ويرتنا نسل بعض ويرتنا نقوي بعض لان القوي هو الذي لا يرضي نفسه يعني معناها ان هو مش مشغول بنفسه هو مشغول بيرضي الاخرين ويكمل ويكمل القضية البناء كمان من ضمن اسمحي سيدنا من ضمن الامور اللي تبني مش كل بقى نسمعه ونصدقه لازم يبقى نمر اتنين هل هو للخير نمر تلاتة هل هو للمنيان فدي مصفة مصفة مسلسة الابعاد حينما نسمع شيء نصفين بالتصفير الدول الاولاد نشوف هل ده حقيقي وبعدين هل للخير وبعدين هل هين ميني ما ينفعش يابنا احنا اعضاء جسد واحد ما ينفعش بادي ديت اخذ اعين ينفعش تقريبا هناك اعمال لا تقل عن هذه عن هذا التوصيح اسمحوا المحبة لا تظن السوء والمحبة لا تفرح من اسم احنا كلنا في مؤسكر البسيح لا خلاص لأحد خارج الكنيسة وايضا نحن في فلك واحد وكنيسة واحدة ما يصحش لحد في الكنيسة يفترض نفسه ان احنا في كذا ملكب احنا في ملكب واحدة نحن في ملكب واحدة وفي فلك واحد وفي بيت واحد لحمامة واحدة ولمسيح واحد لرب واحد لمعبودية واحدة لعقيدة واحدة فاحنا مش لا نفتت المفتت ونجز المجز لأننا جميعا سقينا روح واحد الأمور الحادثة بيننا هي بناوة محرقة وكل ما تحمل كلمة من معاني الخطايا الالكترونية هناك خطايا الالكترونية الكلمة والتزوير والظلم والافترار وإشاعة المزلة والإستيارة والتحقير كل هذه أعمال سنحاسب عليها لأنها أعمال مدمرة وتضع الغبار على وجه كنيستنا العملاقة والعريقة والكارزة وكنيسة الآباء ما ينفعش أبدا كل ما نقرأه وكل ما نعمله لابد أن يكون للتهزيب وللتقويم لأن إحنا في سفينة واحدة وإحنا حجارة حية بنبني أنفسنا مش بنهد أنفسنا المصفة بتاعة الحقيقة والمصفة بتاعة الفايدة والمصفة بتاعة البنيان لأن الحقيقة واضح جدا أنه في حرب يشنها الشيطان حرب موجهة ومصوبة إلى الإيمان وإلى العقيدة وإلى الخدام في الكنيسة هذه الحرب حرب للتشكيك وحرب للتحقير وحرب للهدم وحرب لإشاعة المزمة ده كل أجنس الوصية وأجنس المحبة الإلهية المحبة الغافرة المحبة المتسامحة المحبة التي لا تفرح بالإسم يريدنا يعني نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا فيما يتعلق بأدواتنا البناء لأنه مش بيكفي فقط هدف البناء ولكن أيضا طريقة البناء مهمة جدا 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 نحب بعض ونرحم بعض ونشفق على بعض القوي يحتمل الضعفاء وجميعنا ضعفاء وجميعنا نحتاج إلى مساندة وإلى صلوات وإلى توعية وإلى يقز روحية وإلى انتباه وإلى مراجعة أهداف عشان عشان فيه حاجات في السكة بتقع مننا الكنيسة بالأسقف والأسقف بالكنيسة هذه ليس كلاما نتشدق به من يدعي أنه من يدعي أنه يدرس الآباء علم الآباء ليس علم أقوال لكنه علم أفعال علم الآباء هو علم أفعال وعلم أعمال لأن الآباء عملوا بأعماء بكلامهم وتكلموا بأعمالهم القدوة والمعايشة يعني صعب جدا واللهوتي هو الذي يصلي اللهوتي هو الذي يسجد اللهوتي هو الذي يبزل اللهوتي هو الذي يعطي اللهوتي هو الذي يحيى الصلاح اللهوتي هو الذي يعيش الوصية لكن عمر مكان معرفة اللهوت من أجل الملاسنات والخناءات والشتم والتقبيح والتطاول على الرتب والتتطاول على زوي المقامات الحقيقة يعني دي عنوين كلها معناها أنه إحنا ماشيين في سكة غلط الذي يعرف أكثر مطالب منه أكثر وكل إنسان فينا سيحاسب حسب ردبته وحسب وزناته وحسب الأعمال الموكولة إليه لما يبقى في حد عنده رأيي لابد أن يعرف ويعي بإفراز الروح لمن يقوله وأين يقوله ومتى يقوله لكن إحنا نجعل الكنيسة مادة للسخرى وإلى الانتقاد وإلى الهدم على الصفحات والآخرين ينتهزوا مثل هذه الفرص ويقتنسوها لأن الشطان بيقدمها على طبق من دهب كنيسة قوية الكنيسة باهية الكنيسة لها جزور إلهية الكنيسة لم تبدأ بنا مش لسه هنعمل رولز للكنيسة فيه هيرارخية الأسقف هو ناظر من أعلى هو موكولة إليه وزنات وموكولة إليه أعمال موجودة بالدسقولية وموجودة وموثقة بالكتاب المقدس لسنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور أتينا لكي نضع آراءنا ياخي بس بيكفي يبقى عندنا قانون روحي ويكفي أن نحن نواظب على صلوات الإجبية ونواظب على قراءتنا وعلى بنياننا الشخصي وعلى صهرنا على حياتنا ونقطر الزيت بتاعنا لألا يأتي العريس ويجدنا غافلين وليس لدينا ما يكفينا من الزيت في يوم الفحص الأنظر إلى نفسك مش أنظر حولك الميديا الآن جعلتنا انصرفنا عن البناء واتجهنا إلى اتجاهات للمناكدة وللتحقير وده أمر أساء كتير جدا إلى العمل الإلهي في هذا الزمان علينا أن نتنبه اتهامات بالجملة وشتائم بالجملة كل هذه نحتاج أن نراجع فيها أنفسنا وأنا بقول كلام ده لنا إحنا في تيرانوس عشان نبدأ بنفسنا أنظر إلى نفس أنظر إلى نفسي مش أنظر حولي قد إيه إحنا في الموازين إلى فوق قد إيه إحنا كلنا نقائص وضعفات قد إيه إحنا لسه على الشط وما نعرفش حاجة قد إيه إحنا لسه قدام مننا مشوار طويل علشان مجرد ندوء العشرة مع ربنا وندرك ما أدركنا المسيح لأجله أنا يعني انتهست فرصة موضوع خدمة البنيان ويعني بقول صيح حضية لما سيدنا تعرض للأمر فقلت إنه لابد إن إحنا كطلبة في المدرسة وكدرسين وأخوات مع بعض نحنا نسنت بعض إن إحنا نترأى ولا نبقى أو يعني محدش يجرجرنا إلى مثل هذه المستنقعات من أجل خلاص أنفسنا ليس لدينا وقت علينا أن نبحث عن الزهب وعلى كنوز المخابئ من أراد أن يتاجر في الصفيح فليكن هذا شأنه لكننا ليس لدينا وقت الوقت قد أدركنا والمهار قد يعني بدأ يميل والسنين عما لا تتسرق مننا مع السنين وإحنا وكأننا موجودين في مؤسسة زمنية بشرية كل واحد يعد العدة لكي يتباره ويأخذ المديح ويأخذ لا يوجد من يفتخر فليفتخر بالرب كده عن موضوع معوقات البناء نيافتك كلمتنا كيف نبني لكن كيف نكون وعيين لمعوقات البناء في نحمية وهو يبني الصور في صح 6 معوقات كثير كلام ناس تتخليه ما يبنيش ناس تتأثر على حتى مواد البناء اللي جياله وكل شوية دهولو طب تعالى نتكلم معاك نتفاوض معاك فكذا مرة يقول لهم صح 6 بالذات بيقول لهم انه مش هنزل عشان عمل ما يتعطلش لما هنزل وتكلم معاكم العمل هيتعطل فزاي الخادم يكون واخد باله من معوقات البناء وواعي وعنده استبصار كده لكل الأمور التي تحصلها لحاولية عشان نتعطل خدمته يا ترخيط يا تقريبا السئلة كلها جاية في التوجه ده يا مايكل خليني أفرد لي بس كلمتين وخلاص نفس كام قوة كامل أمجد نيافتك أشرت أن العمل مع النفوس حاجة حساسة جدا ساعات يحصل فيكون الشخص النفس اللي بتتعامل معها بيتعطش لأي حاجة فيترجم ده غلط ساعات يحول شخص اعتمادي يعني زي ما درسنا فيه حاجة ما يفروض ما عملهاش كخادم نفس الاعتمادية وما يبقاش مدلع فإزاي نفصل ده إزاي أبقى عامل لاين كده مع الدهوش عشان أنا برضه بحاسب نفسي وبحاسب يعني مشيري وكده الجزء المهم في الموضوع الأسئلة أغلبيتها في الاتجاه ده أنا كمسؤول بقى أخذ المدارس أحد أو نفوس معايا كل السؤال في البناء التراكم يعني انفجئت أنه أغلبيت الأسئلة في الاتجاه ده بمنوحة مايكل وأمجت أن إزاي أنا الأدامي ده أبني والبناء ده يبقى مستمر بدون معوقات البناء عشان يستمر لازم الشخص يبقى مشتاء عنده شغف أنه يتبني طب هيعرف منين ما أنا هقول لك برضو ساعات الأم ما بتسأل ابنه وها بتردع أنت تشرب لبن ولا لا تختار اللبن بتاعي أنا ولا بتاع الصناعي ما بتقول ه فبتدي هالو كجرعة واخد بلها لغاية زمن معين بتقلب على نوع غزة تاني بتدي له رز تدي له شوية حاجات فيها فأنا كمسؤول عن مجموعة ناس أنا مسؤول أن أنا أبنيهم خطوة خطوة والخطوة دي ربما في فصلي أو في مدارس الأحد أو في خدمتي ما تبقاش فيها معموقات غير النفوس اللي بتستمع إلي في سؤال موجود بيقول طب افرد أنا شايف شخص معاند مش عايز أنا علي أن أنا أرمي هذه البزار كل ما بقدر أعمل كده جايز هو يبقى معاه معاند ربما الله يغير طبيعة الأرض تبقى بدان مسخرية تبقى أرض طينية وتستقبل بس علي الاستمرار أنا عندي من مواقف من عمري وأنا بخدم في مدارس الأحد أني كان في عيال صعبة جدا جدا بس استمرار العواطف مش البناء التراكمي جايز إن أنا بقدم محبة غير مشروطة للشخص فجايز هو مش عايز إن أنا بنيه تراكمي لكن لو شاف مني شوية مشاعر بروح له ببيته بسأل عليه في نكبة من النواكب أنا أقدر أكون جنبه وبططب عليه كل الكلام ده ده نوع من العواطف اللي بظهرة عشان يرجع مرة تاني طب افرض الخدام اللي معايا ده سؤال برضو خدام اللي معايا مش مقتنعين كفاية شكلك شكلك إن الناس هيدوروا على نوع تاني بطريقتك أنت هيحبوك أنت حبو يسمعوك أنت مدام فيه تقوى وصلاح وبر خلاص الناس هتتعدي مننا الخادم والخادمة اللي مش مبسوط من البناء التراكمي اللي انت بتبنيه في الناس ربما هو العيب عنه لكن انت كمل وخليك بقدوتك حتى لو ما قلتش حاجة يعني زي ما بقول لك تملي الأداسة معدية لو انت شخص إديس بتاعدي اللي قدامك حتى لو ما تكلمتش بعض الإديسين اختاروا الصمت لكن شكلهم يفيد بعواطفهم وشعرهم وغيروا في الناس كثيرين يعني موضوع أمجد انه بيقول انه في ناس ممكن من سبب ان انا في الخدمة بأظهر عواطفي لكن العواطف يقينا محتاجة حدود انا مش بخطف حد مش عايز حد يبقى بيسجد لي او يعبد في اله يتعبد عشان كده يقول بوليس يا أولادي الذين اتمخد بكم الى ان يتصور المسيح يبقى شكل المسيح مش لي انا وخادم الشاطر لما يحس ان في حد يتعلق به لازم يكسر العلاقة دي لازم يكسر عشان الشخص يروح لرب اياك ان يكون لك تابعين ما عندناش غير اله واحد بنتبعه انا يا دوبك بس بوصل لهم بقلت لكم كتير انا اشارجي يعني اشارجي بقول السكة من انا روح انا بقول لك كده ما يكش دعوا بي انا اروح لغاية هنا فانا اشارجي فقط لكن عشان الناس بتتعلق بخادم عشان عنده شوية عواطف هو ااخد باله ان العواطف بتديها لان الرسول بيقول كنا حنين اليكم انا بخدمك بيها لكن ما بتعلقش به ودي بتبان في الخادم مهما احنا قلنا للناس يا جماعة ما تتعلقوش لازم الخادم يبقى حق صد امام هذه الامور هو نفسه حق صد شكرا لكم وزع عليكم الشوكولاتة السيامي نعمل ايه طيب اه ونتصور كل ما جديد عيا ولدان كقول يوحن في بشرة الكلمة الازال صار جسدا وحلا في نا ورائنا